فإن الإنسان المؤمن مطالب بأن ينظر إلى صورته صباح مساء ينظر صلحها وفسادها والصورة المقصودة في هذا الصياق إنما هي صورة النفس لأن غالب نظرنا إنما هو إلى صورة البدن والله جل وعلا لا ينظر إلى صور الوجه وإنما ينظر إلى صورة النفس كما في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وللنفس صورة تحسن وتقبع على وزان العمل النفس الإنسانية لها صورتها التي خلقها الله وسواها وبارآها وهذه الصورة العبد يحسنها بالأعمال الصالحة حقيقة لا مجازا ويقبرحها بالأعمال الطالحة الفاسدة حقيقة لا مجازا معنى هذا الكلام أنه كما أنا وأنت عندنا صورة بدنية وهيئة جسمانية من وجه وأطراف وسائر مكونات الجسم البدن تتراوح سيماؤها بين قبح وجمال فكذلك النفس الإنسانية النفس التي تسكن في القلوب وتسكن في الأبدان هذه النفس لها جمال ولها نور إذا نورها صاحبها بالأعمال الصالحة ولها ظلمات وقبح وريح منت رائحة كريهة خبيثة إذا خبثها العبد بالأعمال الطالحة الشريرة وذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثير جدا ما من عمل يعمله ابن آدم في الخير أو في الشر إلا كان له أثر جمال في الخير وقبح في الشر على تلك النفس يعني أي خير يديره من الأعمال الصالحة فراه كيزيدك جمال الصورة ديالك النفسانية ويعطيها واحد الطيب كالميسكي كأجواد طيب وجدته بأنفك فإن عملت سوءا أو شرا من اللي الإنسان يقتر في الخطيئة والشر راه الصورة دياله النفسانية تقبوح كتتخسر لوجه ديال نفس الصورة النفسانية وتلحقها ريح منتنة كتتركب لها وحدة رائحة خبيثة كرائحة الجيفة بل كأخبث ريح جيفة وجدتها بأنفك قط كما سيأتي بيانه في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا الملائكة تقرب من العبد الصالح وتؤيده وتسدده وتدعو له بما تطيبت نفسه من الروائح الطيبة الروحانية العبد المؤمن الذي صارح عمله وحسنت هيئته نفسانية وتناثر عطر روحه روحا وريحانا الملائكة تقربه وتجلس إليه الليل والنهار تحرصه وتسدده وتؤيده وتلهموا دائما العمل الصالح ولذلك العبد المؤمن دائما يجد شجاعة على فعل الخير ويجد نشاطا نفسانيا للعمل الصالح لأنه كين ملائكة تحثه على الخير وتحبب له الخير والأحاديث في هذا كثيرة المستفيدة سأذكر بعضها بحول الله بينما العبد حينما يغرق في الخطايا ولا يتطهر يدير الخطايا أو ما يتوش لي مغدى يغرق في الخطايا ولا يتطهر فتنتن رائحة نفسه الريحة ديال النفس دياله مش البدان الريحة ديال النفس دياله تصبح خبيثة كرائحة الجيفة تنفر منه الملائكة إذن الملائكة هرب منه ما تقدرش ما تطيقش لا تطيق الجلوس إليه ولا الاقتراب منه فماذا يحصل تحل به الشياطين ثم الشياطين تتنزل عليه وتتلبسه وتتخبطه فلا يدفع إلا إذ شر ولا يستحلي إلا الخبائث حال نعدي الناس يوجد الأعمال من أعمال الشر لذيذة بما وقع في قلبه من الخبائث وبما نفرت منه الملائكة وحلت به الشياطين تعزه أزا وتستفزه استفزازا ولا تدله إلا على الشر فإذا مات العبد على إحدى الصفتين كي يموت العبد أي كان هذا العبد إما مؤمن صالح أو كافر أو عاص فقد ورد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة في قصة طويلة نذكر منها محل الشاهد حديث طويل نأخذ منه لما قاطع لك تهمنا في كلامنا اليوم وذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا توفى الله العبد المؤمن أرسل إليه ملكين بروح وريحان من الجنة أفري ويبحانوت وأكفان من الجنة فيقولا يا أية النفس المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان يا أية النفس المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان وفي أرجاء السماء ملائكة يقولون سبحان الله لقد جاء من الأرض اليوم ريح أو روح طيبة فتفتح له أبواب السماء وقال عليه الصلاة والسلام إن روح هذه الأرض في صياق هذا الحديث حينما تخرج من الجسد تخرج قال عليه الصلاة والسلام كأطيب ريح مسك وجده أحدكم أحدكم بأنفه تخرجوا كأطيب ريح مسك وجده أحدكم بأنفه يعني واحد الطيب واحد الرائحة أجمل مسك الذي يخطر في بالك فات شيء مرة شميت أو أدركت بحثة الشم ديالك كتكون هذه الرائحة ديالها دعب أحسن من ذلك بكثير لأنها نفس المؤمن التي تزينت وتطيبت بأعمالها الصالحة ولذلك في رواية أخرى تقول الملائكة أيها النفس الطيبة الطيبة يعني العاطرة أخرجي من الجسد الطيب لأن ذلك الجسد نبت من حلال وما مسه الحرام فإن وقع فيه حين غفلة تطيب وتطهر بسرعة توبة نصوحا إلى الله الواحد القهار فلا يبقى من درنه شيء فلا يعلق شيء من الأوساخ والقبائح بنفسه لكن الكافر عياذ بالله حينما يتوفاه الله يرسل إليه هذين الملكين فيقولا أيتها النفس الخبيثة أخرجي من الجسد الخبيث فقال عليه الصلاة والسلام في الصياق فاتخرجوا كأنت نجيفة وجدها أحدكم بأنفه قط يعني العكس تماما تخرجوا هذه النفس بحال الرحادي الجيفة المجيفة النتينة أخبث رائحة كيمكن تخطرب برك أو تقع على أنفك في حياتك في أي مرة قد وقعت تكون نفس هذا الكافر أو هذا العاصي المغرق في الدنوب أخبث من تلك الجيفة هذه النفس أما البادنراك القفترة النفس حينما تفارق البدن ويقول البدن إلى التراب يأكله الدود ويفناء تبقى النفس بعد ذلك برائحة طيبة إن كانت من أهل الإيمان أو برائحة خبيثة إن كانت من أهل الكفر والفسوق والعسيان وفي أرجاء السماء ملائكة يقولون سبحان الله لقد جاء من الأرض اليوم جيفة خبيثة ونسمة أو نسمة خبيثة فلا تفتح له أبواب السماء ويضيق عليه في قبره فالحالة الأولى حالة المؤمن بما لتلك النفس من رائحة طيبة لما تصعد لها الملائكة السماء تسترشير الملائكة حراء السماء على الأبواب تسترشير خيرا بما وجدت من ريح طيبة ريح الإيمان التي تفيض بها هذه النفس الصاعدة إلى بارئها فيؤذن لها بفتح الأبواب فتصعد هذه الريح عبر السماوات السبعي حتى تسجد بين يدي بارئها كما ورد في سياق آخر من الحديث بينما النفس الخبيثة التي خبثت وطلحت ونتونت وجيثت بأعمالها الطالحة لا تفتح لأبواب السماوات وترجع إلى القبر ويضيق عليه في قبره نعوذ بالله كما ورد في الحديث الصحيح والحديث أورده الإمام أحمد في مسنده والإمام النساء في سننه والإمام بن حبان أيضا والطبران والحاكم كلهم يرويه بصيغ شتى متقاربة لكن في مجمله صحيح الإسناد صحاحه قبل ذلك الإمام الهيثم في مجمع الزوائد ومتأخرون من أهل الحديث أصحاب الصناعة إذن النفس الإلسانية تحميله من رائحة العمل طيبا أو خبثا ولهذا وجب أن نفهم أن الحرام أن الحرام خبيثة من الخبائث إذا اقترفها العبد اتسخت نفسه وذلك يغيب علينا كان تصوروا بأن الحرام لما نديروه أو نعملوه يعني واحد لفعل زائل دايز لا أبدا صحيح أن الفعل من اللي كتديروه يعني في الخير أو الشر يعني ينقاط يعرك واحد العمال كتكمل انتهى العمال كيقول لي ماضي ما كيبقاش هدف الظاهر في الحس هدف المقيس الجسمانية المادية التي يترجع إلى مقياس العين أو الأذن أو الأنفي أو الحاسة فالفعل بالحواس ينقطع لكن في عالم الروح لا ينقطع تلك صفة اتصفت بها أنائذ في نفسك أنت لا ترى ذلك لكن الله يرى ذلك والملائكة تبصر ذلك منك فهذه نفس طيبة طاهرة تبدو شفافة للملائكة وتلك نفس خبيثة طالحة تبدو كذلك قاتمة للملائكة ستنفر منها وتحل بها الشياطين والعياذ بالله ولهذا بهذا بهذا الميزان هذا نفهم كثيرا من الآيات ومن الأحاديث النبوية لتأكد لنا بالله نفس الإنسانية كالتأثر بالأعمال تتأثر بالأعمال الصالحة صلاحا وطيبا وجمالا ونورا وتتأثر بالأعمال الطالحة خبثا ورائحة كريهة نتنة لما قال الله عز وجل في حق المشركين إن المشركين نجس إن المشركين نجس فهذه النجاسة كثير من علماء تفسير حملوها على النجاسة المعنوية وهو الحق إن شاء الله لأن البدن كيمكن يكون نجيس ممتنا يتطهر يعني الطهارة الحسية إنما تلحق بالبدن أما الطهارة المعنوية بالمعنى الروحي للكلمة لا بالمعنى الفقهي الاصطراعي فإنما تكون بالنفس لا بالبدن والمقابل ديال هذه الآية باش تفهم على وجهة صحيح حديث أبي هريرة الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس واحد المرة أبو هريرة رضي الله عنه كان على جنابه كان جنوب ولما يعتسل بعد ما زال ما اعتسل شيء من الجنوب فكان مارا ببعض أزقة المدينة فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام مقبلا فتنحا عنه أبو هريرة خارج من الدار دياله وشف النبي صلى الله عليه وصدف وصدف أن أبو هريرة كان على جنابه فلما شف النبي صلى الله سلم جاي ضرق عليه وهرب منه باش ما يطلقش معه وما يسلمش عليه وهو على جنابه فلما أدركه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك سأله عن ذلك قال لما تنحيت إذ رأيتني قال يا رسول الله كنت على جنابتي فكرهت أن أصافحك أنا كنت على جنابه وما قدرت باش نطلق بي كنت يريد في بدك شنو قال له النبي صلى الله عليه إن المؤمن لا ينجس المؤمن ما كيتنجس مع أن الجنابه نجاسة يعني الجنابه وجب أن نغتسل منها وفماذا ماذا يقصد عليه الصلاة والسلام يعني أن النفس دي المؤمن طاهرة طاهرة نفس المؤمن والبدن شيء آخر ومقيس البدن والتطهر دي البدن كين الأدوات دي التطهر البدن من مياه الوضوء والاعتسال وما شابه ذلك من سائر وأنواع إزالة النجاسات والجنابات أما النفس المؤمنة فإنما تطهر بشيء آخر تطهر بالأعمال الصالحة بالعبادات بترك المنكرات والمحرمات والنفس دي المؤمن لا تنجس لما؟ لأنه يتطهر بالصلاوات بالوضوء بالأعمال الصالحة بالتوبة النصوح بجديد التوبة وبأعمال البر يومياً بذكر الله بتلاوة القرآن بسائر أعمال الخير تتطهر نفسه ولذلك ديما الممن النفس ديما رائحتها زكية طيبة تستجلب ملائكة الخيري إن المؤمن لا ينجس بينما بجهة أخرى إن المشركين نجس وعلى هذا كثير من النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث أيضاً المتعلق بوسخي القلوب إن العبد إذا أخطأ الخطيئة تنكت في قلبه نكتة سوداء تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عوداً عوداً فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء يعني الإنسان لما يقترف الخطيئة من لك يتشربها القلب دي العبد أي أنه يقبالها ولا يتوب منها كتحط له واحد من نقطة كهلاً ما المقصود إنما نقصده ها هنا القلب بمعنى النفس الإنسانية مش العضلة التي تدخ الدم بل النفس الإنسانية قلب النفس هو الذي يتسخ بهذا الوسخ المعنوي حتى إذا تراكم ذلك قال عليه الصلاة والسلام في وصف القلب الذي تراكمت خطاياه حتى يصبح يعني هذاك القلب المتسخ مجخياً كالكوزي يعني كي تكلس طبقات دي الأوسخ بحل الإبريق الذي يطبخ فيه الإنسان مادة ما فلا يغسله منها ويطبخوا عليها ويطبخوا عليها تقول لي هذاك الإبريق دير طبقات دي الأوسخ يعني لا شيء إبريق أو بالراد طيب فيها أي مادة حليب أو شاي طيب اليوم وما تغسلوش ما تغسلوش أي لا تتوب من الذنبي هذا المعنى لا تغسله ثم تطبخوا فيه الغادات مادة أخرى وأكذا يتولي في طبقات سوداء من الأوسخ حتى يصبح مجخياً كالكوزي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً لأنه بين يعني الروح دياله باش تحس وتدرك طبقة من الأوسخ معزولة النفس دياله معزولة عن النور معزولة عن الطيب معزولة عن الخير يفرق بينه وبين الخير الشياطين من الجن والإنس وأساخه من الذنوب وهذا المعاني قلت في كتاب الله وفي سنة رسول الله كثير رأى الذنوب شيء واحد لا يجوز أن نفرق بين ذنب وذنب من حيث الطبيعة ديالي الذنب صحيح هناك كبائر وصغائر ولكن في نهاية المطاف الذنوب فصيلة واحدة هي الخبائث الأوساخ ولذلك قال جل وعلا في وصفي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث جمع خبيثة جمع خبيثة ويحرم عليهم الخبائث فكل النصوص تجمع على أن الذنب شيء وسخ شيء نجيس لكن هذه النجاسة وهذه الوسخ هو معنوي يلحق النفس فيلطقها ويجعل لها رائحة كريهة ترفضها الملائكة وتغلق دونها أبواب السماء وليصلح لها أنائذ إلا الجحيم والعياذ بالله لتطهيرها وصهرها بالنار من أجل أن صفوها إن صافت لأن النفس دي المؤمن يعني حتى وإن كان من أهل البلال والعسيان فإنه إذا قدر له نعوذ بالله من النار إذا قدر له أن يعذب فإنما يعذب تطهيرا نعم عقابا ولكن في نسلق تطويرا ونعوذ بالله من النار جملة وتفصيلة أما الكافر فمعلوم أنه يخلد فيها لأنه ليس بعد الكفر ذنب ما بقي شيء ذنب وشيء قبح أكبر منكم لهذا إذن إذا عرف الإنسان المؤمن هذا فما ينبغي أن يتجرأ على المنكرات من الكبائر والصغائر جميعا بل يجب أن يتحرز منها كما يتحرز أحدكم من النجاسة من اللي تمر بواحد المكان واد أو بركاء أو أي مكان وسخ جمعت فيه القذرات والأوصاخ الرديء أو الروائح الكريه المنتنة شنو كدير تجمعوا سوبك كتبقى جمعوا حواجك وكتمر وحطار قد يلتحرز وحادي راسك ألا يمسك شيء من تلك أوصاخ وكتمر وانت ضايق فقاش الدز باش تطلقني فك يشم الرائحة الطيبة لأنك في مكان خانقته الروائح الكريهة الخبيثة الزنوب كلها بهذا المعنى ولذلك من همت نفسه بمحرمين من الزنا أو من الخمر أو من الربا أو من أي منكر من المنكرات قمراً أو قماراً أو ميسيراً أو أي شيء من كبائر الزنوب أو صغائرها فليتذكر أن الذنب له طبيعة واحدة وليتذكر أنه هو والجيفة سواء إلا عندك النفس والقابلية باش تكون الجيفة فآنئذ يكون لك القدرة على تناول تلك المحرمات التي يزينها الشيطان ظايراً وهي من أخبث الخبائث الإنسان المؤمن اللي عنده ذوق سليم بل الإنسان اللي عنده فطرة طبيعية متوازن الشخصية الإنسانية لما تعطيه واحد الطبق من لحمي جيفة في دابة لم تذبح وإنما ماتت حتفاً فيها وجيفت وبقى تخمجت وأطلاقت رائحة أنتنا وعطيتها لك تقول لك لا لا يستطيع حتى ولو كان به من الجوع ما كان يجد صعوبة جداً كبيرة جداً في أن يتناول مثل هذا الطعام ولذلك لا يقبل عليه إلا إذا أحس بأن الجوع يفتك به صفي شيء في الجوع فالله وإياكم نعوذ بالله من الجوع وصل به الواحد درجة يا صفي يغمع لي سيطح من الجوع أنا إذن هو مضطر لأن يأكل أي شيء ولو كانت فراباً فإذا انتح إلى ما تريد أن تترخص كما يصنعه كثير من الناس اليوم قلبوا على الرخص الرخص في تناول الخمر أو بيعها أو شربها وتناول الربا أو بيعه أو أكله أو أي شيء من المنكرات الناس يسعون إذ ترخص أو تدرون ما تصنعون إنها جية ستلطخون بها أنفسكم ستنفر منكم الملائكة وتحلوا بأنفسكم الشياطين وتكل يوم قرام دي الحرام غضة تحلجوش للقرام وبعد ذلك كيلو وهكذا حتى يصبح قلبك كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً فما يدريك أن يقفض الملك روحك على هذه الحال وتكون من ذلك الصرف الذي حدث عنه رسول الله تقول الملائكة اخرجي أيها النفس الخبيثة من الجزد الخبيث فتخرجوا كأنت نجيفة وجدها أحدكم بأنفه قط وتتبرع منك ملائكة السماء لا تفتح لك الأبواب وتلقى مرة أخرى إلى قبرك ويضيق عليك في قبرك الحرام خبيثة الحرام خبيثة من الخبائط فلا تلطخ نفسك به بل طهرها بالأعمال الصالحة وانقطع عن الحرام وتبر إلى الله من كل ذنب فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هكذا في كتاب الله وفي دعاء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام إسرى وضوئه وفي غير ذلك من الصياقات التوبة والتطهر لأنك حينما تتوب تتطهر من تلك الأنجاز والأرجاز ولهذا المؤمن حينما يتطهر تصف نفسه من الأدران كالتغسل نفس ديالك وتصبح شفافة وتصبح شفافة كالبلور صافية النفس حل الزجاج البلار صافية واضحة شفافة نقية طاهرة ولها ريح كأطي بريح وجدها أحدكم بأنفه كأطي بمسكن على جمال وبهاء هذا معنى التوبة في مجال النفس وفي مجال الروح رأى التوبة واحدة نعديها التطهر نعمل اغتسال شلال الإيمان ينزل على نفسك فتصف من أدرانها ولذلك كثير من الأحاديث وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال ديال الخير أنها تطهر العبداء كمثل الصلوات الخمس حديث النهر الجاري أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر جاري اغتسلوا منه خمس مرات في اليوم هل يبقى من دارانه شيء قالوا لا يبقى من دارانه شيء يا رسول الله قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح هذا مثل صلوات الخمس بحلواد من الكوثر نقي طاهر برد برد يومي كتغتسل منه من أدرانك من خطاياك وكل بدي أدم خطاء وخير الخطائين التوابون هذه الصلوات تطهر وكذلك سائر أعمال البر وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن لما يكتب عليك الله الخطيئة بادر التبرع منها ثوبة وندما ثم في نقطة نفسه بادر إلى عمل صالح تطهر مكان النفس منها أو مكانها من النفس رأى هذه الخطيئة لما درتها رأى وصخط لك شي حاجة في النفس ديالك كي ما عندك جلابة أو ثوب وطارت عليك شي أو ساخ رأى شي مكان في جلابتك موصخ خص كي ما تغسل الجلابة كامنا أو تشد هذا المكان وتقرطه بالماء والصابون تكت نقع فتلك الخطيئات قد ناكتت بقلبي كان وكتتا سوداء يجب أن تبادر إلى تطهيرها إلى غسليها غسلها إنما يكون بعمل صالح مضاد يعني المطهيرات كما أن للبدن وللجدران وللألبيسة والثوب والثياب أدوات ديالتصرين وأدوات ديالتطهير النفس الإنسانية أيضا لها أدوات طهير هي أعمال البر والصلاح تبادر إلى عمل صالح بانصحديث رسول الله الذي رواه الترمذي بسند صحيح وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن فإذن المؤمن حينما يشعر بهذا المعنى كل ما وقع في الخطيئة ضاقت نفسه مش تعرف يعني ميزان ديال الإحساس ميزان ديال الإحساس اللي كي أعبر على السلامة ديال الجسم كين بعض الأمراض والعياد بالله في الجسم الإنساني كما يحدثنا الأطباء كيف قد بها الإنسان الإحساس حال مرض الجزام عفان الله وإياكم يعني وخاتش عرفه لو قيدة الجلد دياله اللي تنخصه بإبراء ما عندوش الإحساس ما كي يحسش شيء وهذا يعني حالة خطيرة جدا يعني ما يبقاش للإنسان الإحساس هو مهدد بالخطار تقدر تقطع له يدوب أي آلة أو أي شيء وما يصيق خبار لحالته يتأكل جسده يتأكل جسده وبدنه بسبب هذا المرض رأى كذلك النفس الإنسانية لما ادر الخطيئة والنفس ديالك مطمئنة فقد أصيبت بجذام نفسي ما عندكش الإحساس إذن الإنسان لما يغلط الغالة والضيق النفس دياله ارتكب خطأا من الخطايا فضاقت نفسه وضاقت عليه الأرض بما راحبته ويشعر بالرأس ويغتسل من ذلك المرض من ذلك الخطأ هذا النفس الإنسانية بخير لأنه عندها حاسة عندها إحساس بقي حية لتنذر من كان حيا لا ميتا لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإذا ضاقت نفسك بالخطيئة فتلك أمارة خير لأنه ما غدشت تحمل تبقى النهار كامل تأكدك ستبادل إلى التوبة ستبادل إلى مطهر من المطهرات الروحية ولهذا كان من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى السوب الأبيض من الدنس اللهم اغسني من خطايا بالماء والسلج والبارد وهذه كنايات الماء هو الماء والسلج معروف والبارد هو التبروري فليس المعنى أن تأخذ ذلك حرفيا وإنما القصد أن هذه الأدوات المطهرة في عالم الحس يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام ربه أن ينزل عليه على نفسه شلالا من هذه المعاني التي تطهر البدن في عالم الحس فتطهر تلك المعاني أيضا في عالم الروح نفسه من سائر الذنوب والخطايا وقلت قبل النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله مجمعة على أن الخطيئة تلطخ الخطيئة والذنوب كيوصخ وكيوصخ حقيقة لا مجي مجاز حقيقة تتسخ النفس وتتسخ الروح ولذلك تنفر الملائكات من مثل هذه النفس وتحل الشياطين بعالم الأوساخ والأنجاس والأرجاس ترجمة نانسي قنقر